الوقفة الثانية أن البدع انتشرت في مجتمعنا وذلك عن طريق وسائل التواصل مما يسمى بالواتساب أتت إلينا رسائل تقول أنت في أول الشهر لتقل ولا تنسى هذا الدعاء كما زعموا لتقل نويت أن أصوم هذا الشهر كله لابتغاء الأجر منك فأعني فيه على الصيام والقيام وآخر يقول متى ما أدركت رمضان فاخلوا بنفسك واستد لله سجدة شكر تحمد الله عز وجل فيها على إدراك هذا الشهر من أين أتتنا هذه البدع في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فعلى طلاب العلم المتمكنين العارفين بالدليل أن يكون لهم دور في هذه الوسائل هذا هو واقعنا ولا يمكن أن نفر منه ولا يقول أحد إن أحدا يكفي عن الآخر كلا وإلا فإني أخشى على طلاب العلم أن ينالهم الإثم والعقاب من الله عز وجل لما؟ لأن هذا المجتمع أصبحت هذه الرسائل تفد إلى بيته وتفد إلى كل امرأة وتفد إلى كل شاب وتفد إلى كل صغير وكبير ثم وللأسف مع كثرة الجهل وقلة العلم إذا بشبابنا وبناتنا ورجالنا إذا بهم ينقلون كل ما يرد ومحرم محرم عليك أن تنشر شيئا يقال لك فيه أنشر تؤجر بقاء الأمر على ما هو عليه خير من أن ينتشر خير عظيم حتى لا يكثر وحتى لا يعظم الشر فلنتنبه لهذا الأمر هذه الوسائل لو استخدمت والله لو استخدمت في نشر العلم الصحيح أفادت الناس إذ يصل العلم الصحيح إلى بيوتهم ولكن وللأسف في غالب أمرها حتى لا ننكر أن هناك جهودا من قبل البعض جهود خيرة للأسف أصبحت تستغل من قبل الطوائث الضالة من الروافض من الصوفية في نشر بدعهم وشبابنا وبناتنا ينشرون من حيث لا يشعرون هم يريدون الأجر حتى ينتشر الخير ولكنهم أساء التصرف